واليوم راح نتكلم عن سيدنا نوح عليه السلام إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أرسله نوح وين؟ إلى قومه يعني المسلمين أيوة إلى قومه واللي معه مو شرط المسلمين الناس اللي معه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم تمام؟ إي الشي يقول الله سبحانه وتعالى يقول النوح أنذر قومك يعني قل لهم يعني أنه قبل أنهم يتعذبون خلهم يسلمون لأن في ناس ما هم مسلمين صح؟ فالله يقول للنوح عليه السلام يقول انتبه نبههم لازم يسلمون قبل ما أعذبهم أرسل الله سيدنا نوح عليه السلام إلى قومه ليدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له يعني أنه يدعون الله وينهاهم عن عبادة الأصنام تعرفين الأصنام؟ أصنام اللي يعبدون الكفار أيوة اللي يعبدون الأصنام الكفار يعبدون الشو؟ الأصنام أصنام أي الصور الغادة أيوة هذه الأصنام هذه الأصنام شايفينها هذه تمام أشياء كده يشكلون عليهم فذهب نوح عليه السلام إلى قومهم بعدين شيوخ يعني شيبان يعني كبار أيوة وسوف يميتكم ثم يبعثكم يوم القيامة بعدين الإنسان وبعد ما يصير كبير يموت ثم ينتظرون يوم القيامة صح؟ تمام ثم يبعثكم يوم القيامة من قبوركم ليحسبكم على أعمالكم فهل من العقل ألا تعبدوا الله خالقكم وتعبدون الأصنام؟ يعني أنه انتبهوا اعبدوا الله وتركوا الأصنام علشان ما يعذبهم؟ الله الله نار جهنم حلو رفض قوم نوح عليه السلام الإيمان بالله وحده شلون؟ يعني رفضوا واللي مع نوح أنه بس يسلموا مع الله قالوا نبي نعبد الأصنام والله بكل شيء واستمروا في عبادة الأصنام يعني قالوا نوح ما نبي نعبد الله نبي نعبد الأصنام ما استمروا بالكفر أيها فلم ييأس سيدنا نوح عليه السلام شلون فلم ييأس؟ يعني أنه كمل يقول لهم ويقول لهم يعني ما راحوا تركهم لا كمل يقول لهم وإنما ظل مئات السنين يدعو قومه للإيمان ظل مئات السنين يقول القوم الحين لو قلت الواحد اعمل كده سو كده قال لك لا مش يتركته صح؟ نوح عليه السلام لا سو كده تقولوا لا يقولك سوي 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 يحاول بو يبدأ خلهم بالإسلام بس ما قدر لهم ولما فضل قومه الكفر على الإيمان يعني أنه فضلوا الأصنام الصنم فضلوه على الإيمان بالله فضلوه على الله يعني عبدنا الصنام أفضل عندهم من الله جاء أمر الله لسيدنا نوح عليه السلام بالصنع سفينة كبيرة نوح عليه السلام وش بنى؟ سفينة كبيرة أيوة سمعت أنت نبي بنى سفينة كبيرة هذه سفينة نوح معروفة سفينة نوح أيوة ليش بنى؟ لأن قومه اللي معوا الناس كافرين أيوة ليسلمون فبنى سفينة كبيرة الله قاله ابن سفينة كبيرة بسماء كلامه فأطاع الأمر الله قال لنوح ابن سفينة كبيرة وبناه نوح أطاع الأمر وصنع السفينة بعد مدة من الزمن يعني خذاله مدة من الزمن يعني سنوات على بالمخلصها السفينة ثم جاء الأمر من الله بأن يحمل في السفينة ذكرا وأنت من كل نوع من أنواع المخلوقات يعني ذكرا أنه رجال وبن من كل نوع من المخلوقات وأن يحمل معه أهله والمؤمنين من قومه يعني يحمل معه أهله والمؤمنين من قومه يعني اللي أسلمه من الناس اللي معهم نفذ سيدة النوح عليه السلام أمر الله ثم أمر الله السماء أن تمطر يعني الله على السماء تمطر هم بالسفينة وأمر الأرض أن تخرج ماءها والأرض بعد تطلع علم فوق يعني زي الأمواج وكذا عرفتي زي الأمواج تطلع علم وبدأ الطوفان المواج القوية اللي كذا البلبح عرفتيهم وجرت السفينة فوق الماء وتخطط الأمواج العالية ولم تتوقف يعني أنه مشت السفينة مع ذلك موظفة تمام ماتوا كل الناس بقى منه نوح عليه السلام والناس اللي آمنوا معه بس تمام أيوة هذه صورة أيوة هذه غرقوا طبعا غرقوا غرقوا الناس الثانيين غرقوا لكن نوح اللي أسلموا معه ما غرقوا نادى نوح عليه السلام ابنه ليركب معهم السفينة منه؟ ابن نوح ولدوا يعني ركب معها وقال لا يكون مع الكافرين الهالكين لكن ابنه رفض واحد من ابناء نوح قال ما نريح معك بالسفينة ما رح معه أيوة فمات مع الكفاء بعد أن أقرقه الطوفان مات مع الكفاء ولد نوح كاثرت مات مع الكفاء ليش؟ لأنه عير يروح مع نوح بالسفينة بعد ذلك أمر الله الأرض بأن تبلع الماء فابتلعته وأمر السماء أن تكف عن المطر في الحال فتوقفت يعني يلا خلى المطر بنفس الوقت يروح والأمواج تختفي أيوة ثم رست السفينة يعني وقفت السفينة خلاص بعد ذلك على الجبل بسلام وقفت على الجبل بسلام ونجا سيدنا نوح عليه السلام والمؤمنون ومن معه من المخلوقات الأخرى تمام نوح عليه السلام واللي معه من المخلوقات الأخرى ونصلنا لحظة خلونا تمام وصلنا هنا ومعهم من المخلوقات الأخرى وعاش الجميع يعبدون الله تعالى ويشكرونه على نجاتهم وجعلهم من المؤمنين نجا منه نوح واللي أسلموا المؤمنين معه أيوة المؤمنين الباقيين الكفار وش صار عليهم ماتوا ماتوا ولد نوح وش صار عليه اللي عيلة يركب مات لأنه كان من الكفار تمام تمام شاطرة يلا عاد بكرا نقول قصة سيدنا صالح عليه السلام يلا استودعكم الله واليوم راح نتكلم عن سيدنا نوح عليه السلام إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أرسله نوح وين إلى قومه يعني المسلمين أيوة إلى قومه واللي معه مو شرط المسلمين الناس اللي معه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب ألي تمام يقول الله سبحانه وتعالى يقول النوح أنذر قومك يعني قل لهم يعني أنه قبل أنهم يتعذبون خلهم يسلمون لأن في ناس مهم مسلمين صح؟ فالله يقول للنوح عليه السلام يقول انتبه نبههم لازم يسلمون قبل ما أعذبهم المسلم وش يصير به يعذبه والله أرسل الله سيدنا نوح عليه السلام إلى قومه ليدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له يعني أنه يدعون الله وينهاهم عن عبادة الأصنام تعرفين الأصنام؟ الصنام اللي يعبدون الكفار أيوة اللي يعبدون الأصنام الكفار يعبدون الشو الأصنام ما الصنام أي الصور هذه أيوة هذه الأصنام هذه الأصنام شايفينها هذه تمام أشياء كده يشكلون عليهم أي فذهب نوح عليه السلام إلى قومه وقال لهم إن الله خلقكم أطفالا ما هو الإنسان أول ما ينولي طفل صح؟ ثم جعلكم شبابا أنت الحين كنتي طفلة بعدين تكبرين تصيرينه شو؟ شباب يعني كبرتي صح؟ ثم جعلكم شبابا ثم شيوخا شيوخا يعني كبار أنت مول ما تنولدون شو تصيرون؟ أطفال بعدين شباب بعدين شيوخ يعني شيبان يعني كبار أي وسوف يميتكم ثم يبعثكم يوم القيامة بعدين الإنسان وشو بعد ما يصير كبير يموت ثم ينتظرون يوم القيامة صح؟ تمام ثم يبعثكم يوم القيامة من قبوركم ليحسبكم على أعمالكم فهل من العقل ألا تعبدوا الله خالقكم وتعبدون الأصنام؟ يعني أنه انتبهوا اعبدوا الله وتركوا الأصنام علشان ما يعذبهم؟ الله الله نرجع همنا حلو رفض قوم نوح عليه السلام الإيمان بالله وحده شلون؟ يعني رفضه واللي مع نوح أنه بس يسلمون مع الله قالوا النبي نعبد الأصنام والله وكل شيء واستمروا في عبادة الأصنام يعني قالوا النوح ما نبين عبد الله نبين عبد الأصنام استمروا بالكفر أيها فلم ييأس سيدنا نوح عليه السلام شلون فلم ييأس؟ يعني أنه كمل يقول لهم ويقول لهم يعني ما راحوا تركهم لا كمل يقول لهم وإنما ظل مئات السنين يدعو قومه للإيمان ظل مئات السنين يقول قومه حنا الحين لو قلت الواحد اعمل كده سو كده قال لك لا مش يتركتوا صح؟ نوح عليه السلام لا سو كده تقولوا لا يقولك سوي يحاولوا يدخلهم بالإسلام بس ما قدر لهم ولما فضل قومه الكفر على الإيمان يعني أنه فضلوا الأصنام الصنم فضلوه على الإيمان بالله فضلوه على الله يعني عبدنا الصنام أفضل عندهم من الله جاء أمر الله لسيدنا نوح عليه السلام بالصنع سفينة كبيرة نوح عليه السلام وش بنى؟ سفينة كبيرة أيوه سمعت أنت نبي بنى سفينة كبيرة هذه سفينة نوح معروف سفينة نوح أيوي ليش بنى؟ لأن قومو هل يموعوا الناس كافرين أي ولا يسلمون فبنى سفينة كبيرة الله قالوا ابن سفينة كبيرة سمع كلام فأطاع الأمر الله قال لنوح ابن سفينة كبيرة وبناه نوح طاع الأمر وصنع السفينة بعد مدة من الزمن يعني خذاله مدة من الزمن يعني السنوات على بال مخلص هالسفينة ثم جاء الأمر من الله بأن يحمل في السفينة ذكرا وأنت من كل نوع من أنواع المخلوقات يعني ذكرا عرجال وبنت من كل نوع من المخلوقات وأن يحمل معه أهله والمؤمنين من قومه يعني يحمل معه أهله والمؤمنين من قومه يعني اللي أسلموا من الناس اللي معه نفذ السيدة النو عليه السلام أمر الله ثم أمر الله السماء أن تمطر يعني الله على السماء تمطر هم بالسفينة أيوة وأمر الأرض أن تخرج ماءها والأرض بعد تطلع علمه فوق يعني زي الأمواج وكذا حرفتي زي الأمواج ستطلع علمه وبدأ الطوفان اللي هو الشو الطوفان المواج القوية اللي كذا البلبح عرفتيهن وجرت السفينة فوق الماء وتخطط الأمواج العالية ولم تتوقف يعني مشت السفينة مع ذلك موظفة تمام ماتوا واللباء ماتوا كل الناس بقى منه نوح عليه السلام والناس اللي آمنوا معه بس تمام أيوة هذه أفضل شيء أيوة هذه أغرقوا طبعا أغرقوا الناس الثانيين أغرقوا لكن نوح اللي أسلموا معه ما أغرقوا نادى نوح عليه السلام ابنه ليركب معهم السفينة منه ابن نوح أولده يعني ركب معها وقال لا يكون مع الكافرين الهالكين لكن ابنه رفض واحد من ابناء نوح قال ما نريح معك بالسفينة ما رح معه أيوة فمات مع الكفاء بعد أن أغرقه الطوفان مات مع الكفاء ولد نوح كاثر مات مع الكفاء ليش؟ لأنه عير يروح مع نوح بالسفينة بعد ذلك أمر الله الأرض بأن تبلع الماء فابتلعته وأمر السماء أن تكف عن المطر في الحال فتوقفت يعني يلا خلى المطر بنفس الوقت يروح والأمواج تختفي ثم رست السفينة يعني وقفت السفينة خلاص بعد ذلك على الجبل بسلام وقفت على الجبل بسلام ونجى سيدنا نوح عليه السلام والمؤمنون ومن معه من المخلوقات الأخرى تمام؟ نوح عليه السلام واللي معه من المخلوقات الأخرى ونصلنا لحظة خلونا شوف تمام؟ وصلنا هنا ومعهم من المخلوقات الأخرى وعاش الجميع يعبدون الله تعالى ويشكرونه على نجاتهم وجعلهم من المؤمنين نجى منه نوح واللي أسلموا المؤمنين المؤمنين أي والمؤمنين الباقين الكفاء وش صار عليهم؟ ماتوا ماتوا ولد نوح وش صار عليهم اللي عيلة يركب؟ مات لأنه كان من الكفاء تمام تمام شاطرة يلا عد بكرا نقول قصة سيدنا صالح عليه السلام يلا استودعكم الله ترجمة نانسي قنقر